في اليمن حرب مشتعلة بين الميليشيا والشرعية واخرى تتوهج تحت الرماد ربما هذا ما اراد تقرير الخارجية الامريكية قوله حينما اوضح ان تنظيمي القاعدة وداعش يستغلان الفراغ السياسي والامنية الناجمة عن الصراع المستمر بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي للتوسع الخارجية الامريكية قالت في تقريرها السنوي حول مكافحة الارهاب في العام 2017 ان نفوذ تنظيم القاعدة زاد منذ بداية الحرب في اليمن وان الحكومة اليمنية تعاونت مع الحكومة الامريكية في جهود مكافحة الارهاب لكنها في الوقت ذاته لا تستطيع انفاذ تدابير مكافحة الارهاب بشكل فعال بسبب العنف وعدم الاستقرار واشار التقرير الى استهداف واشنطن للعديد من القادة الرئيسيين لتنظيم القاعدة والتقليل من تحركاتهم في اليمن الواضح اذا ان حرب الانقلاب في اليمن ليست المعركة الوحيدة فهناك مؤشرات لمعارك اخرى قد تندلع في الوقت الذي تقرره القوى الدولية المتحكمة في هذا الملف تحركه حيث تشاء ومتى تشاء لتحقيق اهداف ومصالح خاصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر